بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة ماضية تلمسنا جزور المقاصد وتطبيقاتها ليس فيما وصلنا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم وإنما في كتابات تمتد إلى يوم الناس هذا وإلى أن يلسى الله الأرض ومن عليها كتابات فقهية معروفة وكتابات أصولية رائدة كل هذه الكتابات تفاعلت مع هذه التطبيقات التي جاءت من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاعلت أيضا مع النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي تتحدث عن مقاصد الشريعة الإسلامية وتبلور أهداف هذا الدين الحنيف وهذه الشريعة السمعاء وجدنا يتسلل ذلك سواء في كتابات فقهية مثل كتاب الخراج لأبي يوسف وهذا مجرد نموزج وكتاب أيضا السير الكبير والسير الصغير لمحمد بن حسن الشيباني وهذا أيضا مجرد نموزج وسير الإمام الأوزاعي فقيه الشام وهو فقيه ليس فقيه الشام بمعنى أنه يعني فقهه لم يكن موجودا إلا في الشام الإمام الأوزاعي فقهه انتشر حتى في الأندلس وصلى سنوات طويلة موجود في الأندلس يعني تحرك من المشرق إلى المغرب إلى الأندلس لكن نقول فقيه الشام بمعنى أنه هو المكان الذي استقر فيه ودفن فيه الإمام الأوزاعي حتى لا تزال في بيروت الآن مقام للإمام الأوزاعي ومنطقة تسمى منطقة الإمام الأوزاعي وهناك نحمد الله تعالى على أن هناك كتابات الآن أصبحت يعني تعود إلى الإمام الأوزاعي تجمع فقه الإمام الأوزاعي هناك أكثر من كتاب تجمع فقه الإمام الأوزاعي وهناك أكثر من دراسة في أصول الفقه الإمام الأوزاعي وترجمة لحياته بل هناك دراسات عن سنن عند الإمام الأوزاعي يعني هناك بحمد الله تراث الأوزاعي وإن كان متناسراً في الموسعات الفقهية إلا أنه وجد الطريق إلى ما يمكن أن نسمي الجمع والتحقيق والتدقيق أصولاً وفروعاً وفيه نجد نمازج مقاصدية كثيرة نوجه إليها المشاهد ونوجه إليها الباحثين لكن ما أريد أن أشير إليه إلى أن شهد أيضاً هذا القرن وهو القرن الهجر الأول هذا التلاحم الأصولي بين فكرة المقاصد وبين علم الأصول بحيث أن أول دراسة مدونة في علم الأصول وصلت إلينا وهي كتاب الرسالة التي أرسلها الإمام الشفي إلى الإمام عبد الرحمن المهدي هذه الرسالة تضمنت مباحث مقاصدية مهمة جداً من بينها مبحث السياق من بينها مبحث المعنى إضافة إلى أنها في بعض نسخها التي لم تصل إلينا كاملة وجدنا تعبيرات تتعلق بمصطلح المقاصد ذاته وهي موجودة في رسالة الإمام الشافعي الكتاب الأصولي أي أن القرن الهجرية الأول شهد دخولاً للمقاصد ونزولاً للمقاصد في داخل الكتابات الفقهية التي هي مؤلفات وكتب ورسائل وأيضاً في داخل الكتابات الأصولية وفي مقدمتها أول مدون لدينا في علم الأصول وصلنا وهو كتاب الرسالة للإمام الشافعي بحيث أصبح من الطبيعي والمنطقي أن نجد دراسات كتبت عن الرسالة من الزاوية الأصولية والمقاصدية ودراسات عن مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي خاصة وأن مدرسة الشافعية كما سنرى بعد قليل كان لها دور كبير في الكتابات الأولى في موضوع المقاصد سواء من ناحية تحرير المصطلح أو من ناحية تقسيمات المقاصد أو من ناحية أيضاً الكتابة الغزيرة في تطبيقات المقاصد والجمع ما بين المصالح وبين المقاصد جمعاً يطفي على التطبيقات جزءاً كبيراً من الأهمية وهو الأمر الذي سوف نلحظه في كتابات الأئمة الشافعية في حلقاتنا القادمة النقلة الجديدة في البحث المقاصدي جاءت مع القرن الثالث والرابع الهجري بحيث وجدنا دراسات تتعلق بالمقاصد مباشرة كتابات في المقاصد صحيح أنها لا تتعلق بعملية تنظير المقاصد وليست بالنظرية المقاصدية وإنما تتعلق بحكم التشريع حكم التشريع هذا جزء من المقاصد هو ما يسمى بالمقاصد الخاصة التي تبحث عن الحكم والأسرار والأهداف والغايات الكاملة وراء كل حكم شرعي سواء خاصة بالصيام خاصة بالرخص الشرعية خاصة بالجمع في الصلاة في السفر خاصة بالإفطار في الصيام في رمضان أو بسبب السفر في أشياء خاصة بالبيوع خاصة بكل ما يرفع الحرج عن المسلمين والذي وجد في مصوص الكتابات الفقهية في العبادات والمعاملات نجد هذا له تأصيل في المنظور المقاصدي إلى درجة أننا وجدنا في القرن الثالث الهجري كتابات مستقلة فيما يتعلق بحكم التشريع ليس كالنظرية عامة في المقاصد وإنما كمواكبة جزئية لكل مسائل الفقه والنظر إليها من زاوية ليس الحكم الشرعي فقط وإنما من زاوية الأسرار والأهداف والغايات الكامنة وراء ذلك وتأتي هذا على سبيل المثال فيما أصدره الإمام الحكيم الترمزي وهو رجل من فقهاء الإسلام ومن الصوفية أو الزهاد الأوائي الحكيم الترمزي له كتب عن أسرار الصلاة ومقاصدها وعن أسرار الحج وله كتب عن أعمال البنيات في مقاصد حركة القلب من الداخل وهي كلها رسائل موجودة ومضبوعة لكنها تؤسس لما نطلق عليه الكتابات الأولى البواكير الأولى في التأليف المقاصدي في قسم من المقاصد وهو ما يسمى المقاصد الخاصة أو حكم التشريع وحكم التشريع مسألة مهمة جداً اهتم بها الفقهاء قديماً واهتمت بها الجامعات حديثاً حتى أننا وجدنا منذ القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مؤلفات في حكم التشريع كثيرة ووجدنا أيضاً بعض عدد كبير من الجامعات الإسلامية وفي مقدمتها جامعة الأزهر وفي مقدمتها أيضاً جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية وجدنا الدراسات باعتبارها منهج دراسي قررات دراسية تتناول حكم التشريع القرن العشرين شاهد نهضة في هذا التطور وشاهد كتابات كبيرة يأتي في مقدمتها كما أشرت ما كتبه الإمام الترمزي في كتاباته المعروفة عن أسرار الصلاة وأسرار الصيام وغير ذلك يعني البحث عن ما وراء الفقه ما وراء الحكم الفقه أن الصلاة ليس لمجرد القيام والسجد وراها رياضة روحية ورياضة نفسية وتعلق بالله سبحانه وتعالى وأهداف تتعلق بالنظافة وأهداف تتعلق بالتجمع المسلمين وأهداف تتعلق بكذا وكذلك في الصيام وكذلك في الحج وكذلك في غيره من أركان الإسلام المعروفة وجدنا مؤلفات في هذا الإطار منها مصدر ومنها ما لا يزال حبيث الكتابات المخطوطة أيضاً وجدنا القفال الشاشي كتب كتاباً مهماً جداً في هذا السياق كتاب القفال الشاشي والقفال الشاشي أيضاً فقيه شافعي تناول تعليل وحكم التشريع في كتابه الذي تعرض فيه لمحاسن الإسلام من خلال قراءة جزئية مقاصد جزئية للأحكام الإسلامية في العبادات والمعاملات ومن لفتات المهمة في ما كتبه القفال الشاشي هو قدرته على التفرقة التي ازدادت بعد ذلك وضوحاً ما بين عالم العبادات وعالم المعاملات لكنه بحث عن أسرار التشريع في كل من هذين الجانبين يعني بحث عن أسرار التشريع في العبادات وبحث عن أسرار التشريع في المعاملات لكنه لمس الفوارق ولمس الاختلافات التي يمكن أن تظهر من الزوية المنهجية بين تعرضه لأحكام العبادات وتعرضه لأحكام المعاملات وفاصل ونعود سنة قبل الفاصل كنا نتكلم عن الإمام القفال الشاشي وكتابه المهم الذي تناول فيه حكم التشريع من على طبعاً تقسيمات المذهب الشافعي وترتيبه لفصول وأبواب الفقه الإسلامي لكن الكتاب كان مخصصاً كله لموضوع حكم التشريع بما يمثل نمو في هذا الجانب ليس فقط عن أسرار الصلاة أو إسرار الصيام أو أسرار الحج كما وجدنا ذلك عند الحكيم الترمزي وإنما حدث تطور نظرة كلية منهجية إلى كل ما يتعلق بالغايات والأهداف والأسرار والحكم الكامنة وراء تفاصيل وجزئيات الأحكام الإسلامية وهذا ما نجده عند الإمام القفال الشاشي لكن أيضاً وجدنا مع بدايات القرن الرابع كتابات من نوع خاص كتابات من نوع خاص بمعنى أن هذه الكتابات طورت من مفهوم المقاصد ليخرج من نطاق حكم التشريع إلى أفق مقاصد الشريعة الإسلامية الأعلى التي هي في جوهرها در المفاسد وجلب المنافع أي تحقيق مصالح العباد في المعاش والعباد وهذا يبدو من كتابات كثيرة يكفي أن نشير إلى مؤلفين اثنين من هذه المؤلفات أنا فقط أشير إلى ما كتبه أبو زيد البلخي أبو زيد البلخي يعني رجل كتب لا كتباً علمية وعلى رغم أنه لم يكن يعني يمارس الطب وكتب كتاباً شهيراً في ما يسمى مصالح الأنفس والأبدان أو مصالح الأبدان والأنفس والكتاب لخص من زاوية علم النفس والصحة النفسية ثم صدر هذا الكتاب كاملاً بعد ذلك محققاً والكتاب في أوله يبين نظرية للمصالح فيما يتعلق بالمفسدة والمصلحة والموازنة بينهما ثم يطبق ذلك بعد ذلك على الصحة النفسية وعلى علم نفس البيئة وعلى العلاقات المتعلقة بالواقع الاقتصادي وما يتعلق بتشكيل المدن وبيئة الصحة والنظافة وغير ذلك أي أنه كان قراءة مبكرة لفقه المقاصد في الدائرة الأوسع والدائرة الأكبر وهي دائرة درع المفاسد وجلب المنافع وهي الدائرة التي تبحث عن مصالح العباد في المعاش والمعهد الموقع الذي يحتل هذا الكتاب للإمام أبي زيد البلخي موقع مهم جدا في أي دراسة تاريخية وأي دراسة حتى تتعلق برصد النمو الذي يستوعب مجالات حركة المقاصد في فقه المسلمين يجد هذا الكتاب له ميزة لأنه لم يحركه على فقه العبادات وإنما حركه على فقه الواقع وفقه الواقع المتعلق بالبيئة والمتعلق بالهواء والمتعلق بالدخان والمتعلق وكأننا أمام اتفاقيات دولية يعني كأنه يؤسس الاتفاقيات دولية تتعلق بحماية البيئة وتتعلق بمنع الانتشار النووي وتتعلق بحماية الكون من الفساد وتتعلق بخرق الأزون أو إلى غير ذلك من المشكلات أشياء كثيرة جدا نستطيع أن نتلمسها ونقرأها إما قراءة مباشرة أو بعيدة لكن أسس لها من خلال فقه المقاصد أبو زيد البلخي وطبعا أبو زيد البلخي كان واضحا أن فقه المقاصد عنده يتحرك على الأوامر والنواهي ليس فقط على هذه الجوانب الاجتماعية والطبيعية والجوانب المتعلقة بالبيئة صحيح مقاصد البيئة من منظور إسلامي من منظور مقاصد حماية البيئة مباحث جديدة وفناك دراسات وأطرحات لكن هذا الاتفاة المبكر من قرن الرابع الهجري لفقيه كتب في الأوامر والنواهي يعني له كتاب مجهول مفقود لعله نعصر عليه لكن من عنوانه ومن الإشارات التي جاءت في كتب الطبقات التي تترجم لأبي زيد البلخ عنه وجدنا أن هذا الكتاب يتكلم عن علل الأوامر والنواهي يعني عن البحث في الأسرار الكامنة وراء الأمر والنواهي التي هي مقاصد التشريع يعني الأوامر والنواهي هي التشريع التشريع إما أمر وإما نهي إما أمر بفعل شيء وإما نهي عن فعل شيء فنجد المسألة هنا مسألة مفتوحة أن هذا الرجل لم يتكلم في مصالح الأنفس والأبدال الذي يعد أول كتاب حقيقي في الصحة النفسية بمعناها المعاصر ونحن هنا لا نريد أن نسوق الفقه الإسلامي ولا نريد أن نأتي بعلوم عصرية لندخلها إلى الفقه الإسلامي وإنما نحن فقط نشير إلى حقائق يعني إلى قراءات لعلماء صحة نفسية كبار وإلى أطباء كبار درسوا هذا الكتاب ورصدوا ما فيه من مقاصد تتعلق بالبيئة والإنسان والطبيعة والعلاقات المزدوجة فيما بينهما ولذلك نحن نشير إلى حقائق تخصصية وليس الأمر هو أمر تسويق لأن الإسلام تكلم قبل الحضرة الغربية أو قبل فرود أو قبل كذا في موضعات هذه نحن لا نريد أن نقول إن الإسلام بذاته لا يحتاج إلى تسويق وأنه دين الله الخاتم وأنه منة الله كما أشرنا في حلقة ماضية وقلنا يمنون عليك أن يسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فسواء أبو زيد البلخي كان مقاصديا في مجال البيئة أو لكم مقاصديا في مجال البيئة هذا ليس مجال الفخ وإنما مجال لبيان أن هناك دور للمقاصد في معالجة هذه القضايا وأن هذا الدور لابد من استعادته فإذا كان فقهاء القرن الرابع الهجري تكلموا فيه فمن باب أولى أن يتكلم فيه أيضا الفقهاء المعاصرون ويستثمرونه استمرارا لدور آبائهم وأيضا استفادة مما يمكن أن يحقق لهم مصالح آنية ويدرأ عنهم مفاسد عاجلة في هذا السياق أيضا نستطيع أن نشير إلى واحد من كبار فلاسفة وعلماء الإسلام وهو الإمام أبل حسن العامري حسن العامري فقيه ومتكلم وأحد مؤسسي علم مقارنة الأديان في كتابه المعروف الإعلام بمناقب الإسلام وهو ليس كتابا مناقبيا حتى إن بعض الباحثين اكتشف في هذا الكتاب ربما للمرة الأولى ما يمكن أن نسميه قانون المقارن ليس الفقه المقارن وإنما القانون المقارن يعني المقارن ما بين المسلمين وغير المسلمين في المناهج القانونية والمناهج التشريعية والإسلام أصلا عقيدة والشريعة يعني الجزء التشريعي وهو الجزء المتعلق بالعلاقات الإنسانية ما بين الناس وبين العلاقات المتعلقة بتفاصيل وجزئيات الحياة اليومية هذا هو ما يدرسه التشريع في أي مكان من العالم نحن إذا استثنينا العبادات فكل ما هو متعلق بالمعاملات هو التشريع في العالم كله في هذا السياق نجد أبو الحسن العامري طور لأنه كان يقارن ما بين نصق قانوني ونصق قانوني يعني بين الشريع الإسلامية وغيرها من التشريعات التي وردت سواء في أديان إلهية أو في نواميس بشرية الإمام العامري أيضا نصب إليه كتاب لم ينشر ولم نعصر على مخطوطته بعد يتعلق بالأوامر والنواهي وتعليل الأوامر والنواهي لكن ما كتبه في تعليل بعض القضايا الشرعية بعض الأحكام الشرعية في كتابه الإعلام بمناقب الإسلام أو هو عن محاسن الإسلام عموما هذا الكتاب وجدنا فيه دراسات مقاصدية تتعلق بحماية العقل والدين والنفس ولمس لهذه التي نسميها المقاصد الخمس للشريعة الإسلامية هذا كله الأمر الذي جعل الإمام أبو الحسن العامري يحتل مكان ومكانة لدى المؤرخين والكاتبين في مجال المقاصد وأستاذ الدكتور أحمد الرئيسوني وهو باحث مقاصدي كبير في المغرب العربي يضع الإمام أبو الحسن العامري في مقدمة أعلام الفكر المقاصدي الذين كتبوا كتابات مهمة وغير مسبوقة في إطار التحليل المقاصدي الحديث بالتالي نحن إذن أمام ممو ملموس تطور مشهود حركة مقاصدية تحتاج إلى مزيد من الرصد المزيد من التأني المزيد من التعريف إذن بمفهوم المقاصد وأنواعها وضوابطها وهذا ما سوف نتناوله إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة أتمنى لكم كل توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته